مساء الخير لكل المستمعين الكرام وستهلوا مساء الرياضة من المغرب بعد 13 مباراة فقط المغرب الفاسي وغير المدرب للمرة الثانية بعد أن انفصل بشكل رسمي اليوم عن الأرجنطيني ميجيل أنخل جامونديا الذي فشل في تحسين المردود التقني للفريق باستثناء تجاوزه لثمن نهائي كأس العرش ما قام الأرجنطيني بالعاصمة العلمية رفقه سوء الطالع تعادل في خمس مباراة وخسر واحدة دون أن يحقق أي انتصار هذا ما تراجع بالفريق إلى المركز الخامس عشر بخمس عشرة نقطة بعد جرين دواغامونديا تجه الفريق نحو التعاقد مع مدرب جديد أسماء كثيرة على الطاولة الفريق لم يحسن بعد في أمرها رغم المفاوضات المتقدمة مع المدرب رشيد التوسي نتحول إلى الحديث عن المسابقات الإفريقية والمباريات الشكلية للأنديا المغربية في كأس الكنفدرالي الرجاء البيضوي يختتم دور المجموعات الرائع بالنسبة له وهو يستقبل ان كان الزنبي الرجاء يبحث عن انتصاره السادس على التوالي ليكسر هذا الرقم بينما فريق نهدت بركان يستقبل في آخر مبارياته القطن الكاميروني نهدت بركان يبحث عن محو الصورة السيئة التي لازمته خلال دور المجموعات والذي شهد اقصائه بطبيعة الحال في اكبر المفاجآت بما ان الفريق البركاني هو حامل لقب هذه المسابقة في الجزائر رسمت ادارة مردية العاصمة عودة المدرب نبيل نغيز الإشرافي على العارضة التقنية للفريق خلفان لعبد القدر العمراني المستقيل واقيل نغيز الذي بدأ الموسم الكروي مع المولودية في شهر فبراير الماضي من طرف الادارة السابقة قبل ان يعود من جديد ليواصل مع الفريق الذي حجز بطاقة التأهل الى دور ربع نهائي في مسابقة دور ابطالي افريقيا كرة القدم الاوروبي الان والبداية بالحديث عن مسابقة دور الابطال صدام حارق بين مانشستر سيتي وباريسان جرما لحساب ذهب نصف النهائي تسعون دقيقة متوازنة تعيد باشياء مثيرة للاهتمام بين فريقين يحتاجان لتتويج بهذه المسابقة بعد صرفه مال اموال طائلة بحثا عنها الستية الذي يتجه نحو التتويج بلقاب البريمير ليك والمنتش بفوزه بكأس الرابط منذ ايام على حساب توتنهام يعول كثيرا على معرفة مدربه بيب جوارديولا بالمسابقة التي توج بها مرتين من قبل بينما البيه جي الذي اخرج حامل اللقاب بانميرخ خلال الدور الماضي تغير كثيرا مع الارنطيني موريسيو بوشيتينو الذي اعاد الروح للفريق مع تألق الثلاثين نايمار جونيور مبابي ودي ماريا هذا وكان ذهب نصف النهائية الأول قد انتهى بالتعادل هدف لمثله بين ريال مادريد وتشيلسي أمس بمرعب الفريدو دي ستيفانو في اخبار المدربين وفق مدرب ساسبورغ نمسا والامريكي جيسي مارش على خلافة مدرب لايبسيش يوليان ناغلسمان الذي انتقل أو ينتقل السيف المقبل لتدريب البايرن وأشارت وسائل إعلام الألمانية لأن مارش توصل إلى اتفاق مبدئي مع رئيس لايبسيش ليخوض تجربته الأكبر في مساره بعد الرفض سابقا تدريب توتنهام وفي انجلترا فريق أرسنال يستعيد خدمات مهاجمه بيار اميري كوبام يونغ أمام مضيفه بيار يال في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة اليوروبا ليجا المقرر الخميس المهاجم القابوني غاب عن آخر لأربع مباريات بعد أن أصيب بمرض المالاريا خلال فترة التوقف الدولية التي كانت في مارس الماضي وفي نفس السياق أعلنت إدارة النادي اللندنية عن جاهزية كيران تيريني ودافيد لويس عقب تعفيهما من إصابة على مستوى الرقبة ونختم بالحديث عن كرة المدرب حيث أعلن السربينوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا الأربعاء انسحابه من بطولة مادريد المفتوح وكان جوكوفيتش يشارك في هذه البطولة عقب سقوطه الأسبوع الماضي على أرضه في نصف نهائي بطولة بلغراد السربية أمام الروسي أسلان كاراتسيف عقب هذا الانسحاب أصبح الإسباني رفال نادار المصنف الثاني عالميا هو المرشح الأول لتتويج ببطولة مادريد التي تنطلق الأحد المقبل بهذا مستمعين الكرام نصل لختام هذا العدد من مساء الرياضة شيماء بحسين تعود بعد لحظات وباقي فقط